بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وجروب وصفات من الاخر للبنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي نقدمها لفترة الجاية ان شاء الله مسكات طبيعية للبشرة والشعر والجسم وتفتيح الاماكن اي سؤال يخص الحمام المغربي اي سؤال يخص البشرة يخص الشعر هتلاقيه عندنا في قناتنا اه طبعوني على جروب الفيسة سبب لكم رابط الجروب في صندوق الوصف اه جات لأسئلة كتير جدا من بنات عايزين وصفة للتصبغات عايزين وصفة للكلف عايزين وصفة للنمش عايزين وصفة تمحي كل الحاجات دي من البشرة النهاردة جبتلكم وصفة جميلة جدا جدا سهلة او المكون الاول منها هو الترمس المطحون الترمس المطحون بيتباع عند العطار او ممكن احنا نجيبه ونطحنه في البيت بس الاسعى ان انت تجيبه مطحون جاهز التاني مكون اللي هو اليوغرت الزبادي اه مهم جدا جدا ومفيد جدا للبشرة ممكن نستبدله باللبن ممكن نستبدل الزبادي باللبن اه مهم يا بنات واتالت مكون معنا اللي هو صفار بيضة واحدة اه طريقة سهلة جدا 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 زي ما احنا شايفين اه بنخلطهم مع بعض بنخلط الترمس المطحون مع صفار البيضة وبنضيف لهم الزبادي وبنقلبهم كويس جدا جدا اه المسك ده مفيد جدا جدا لازالة الكلف لازالة النمش لازالة التسبغات اي تسبغات اي بقع من الشمس اه لا المسك ده هيمحيها بس المسك ده لازم ندوم عليه يوميا المسك استخدامه يوميا لمدة اسبوعين اوعدك لا هتلاقي بقع ولا هتلاقي كلف ولا هتلاقي نمش ولا هتلاقي اسفرار ولا هتلاقي سودات هتلاقي بشرتك فتحت جدا جدا وبقت نعمة وبقت فيها نظارة غير طبيعية بنقلب المسك زي ما احنا شايفينه كده الاستخدام زي ما قلت يومي ركزوا معايا يومي لمدة اسبوعين كل يوم نستخدمه عايزة تستخدميه بالنهار استخدميه عايزة تستخدميه بالليل استخدميه آآ مفيش مشكلة خالص زي ما قلبناه كويس اي ماسك لازم نقلبه بمعلقة بلاستك عشان ما يتاكسد زي ما احنا شايفانه القوم بتاعه هو عامل زي قوم الكيكا بالزبط اه بنستخدمه يوميا لمدة اسبوعين زي ما قلت بنفرضه على البشرة وبنسيب وينشف وبعدين بنفرقه في حركات دائرية المسك ده مهم جدا 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 لازالة الكلف لازالة البقع لازالة النمش لازالة التصبغات من البشرة بيفتح آآ بينعم البشرة في المسام بيدي نضارة بيدي ترتيب للبشرة يعني حلو جدا جدا انصحك به لو انت عندك كلف لو انت عندك نمش لو انت عندك تصبغات في البشرة بحركات دائرية بحركات دائرية وحبازها بعد ما نخلص اي ماسك نجيب الفرشة اللي هي فرشة المساج للبشرة ونمسج البشرة بتاعتنا. ده بتبقى خطوة مهمة جدا جدا وراء بعد المسكات. بعد المسكات يا بنات خطوة مهمة جدا جدا لازم تاخدوا بالكم منها ان هي نمسج البشرة بتاعتنا. آآ ماسك حلوة اتمنى تجربوه. هتكلم كمان عن حاجة مهمة برضو تنفع للتسبقات وتنفع للكلف والنمش وهو تأشير احمد الفوك. التأشير يا بنات. التأشير برضو خطوة مهمة. ممكن لو انت المسكات ما بتجيبش معاك نتيجة قوي. تستخدمي التأشير. التأشير ببساطة ان احنا بنشيل طبقة الجلد الخارجية. طبقة البشرة الخارجية التلفة. وبيطلع لنا بيطلع بعد ما نشيل الطبقة دي بيطلع لنا مكانها اهو زي ما احنا شايفين طبقة جديدة نعمة جميلة لونها افتح من الطبقة الاولانية. التأشير في بنات كتير جدا بتلجأ للتأشير للكلص من البقع والكلف والنمش عادي مفيش مشكلة. في مسكات وفي تأشير. لو لو البقعة شديدة يعني لو البقعة والتصبقات عندك شديدة ممكن تلجأي للتأشير. في تأشير بارد في تأشير ماسي في تأشير احمد فواكه. يعني التأشير لانواع كتير جدا وفي مسكات كتير جدا جدا للتأشير زي الخلى التفاح والبصل بس انا ما بنصحش بياي يعني انا بنصح احمد الفواكه والتأشير ده للكلف والتصبغات والنمش ده يكون اه تحت اشراف طبيعي. اه زي ما قلت لكم الوصفة دي جربوها. الوصفة دي هتعجبكم جدا 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 للناس اللي مش عايزة في ناس بتخاف من تأشير احمد الفواكه. في ناس بتخاف من تأشير احمد الفواكه. فالناس اللي بتخاف من التأشير او بشرتها يحصل لها التهاب او بشرتها تكون حساسة للتقشير لان في الناس عامل التقشير فعلا وحصلها التهابات وحصلها حساسية كبيرة جدا كانت بشرتها حساسة حطت عليها وهي ما تعرفش اصلا الطريقة ولا تعرف هي التقشير ده بيلائم اي نوع بشرة وحصلها التهاب شديد جدا فانا بنصح بالمسكات لو انت مش بتعرفي تعملي التقشير المسك ده هيكون حلو جدا جدا معاك هيشلك البقى بس زي ما قلتلك تستخدمه تستخدم المسك ده يوميا المسك ده يستخدم يوميا الترمس مهم جدا جدا للبشرة لتفتح البقى وتفتح التسبغات وتفتح الكلف وتفتح النمش مهم جدا يا بنات والزبادي طبعا ترتيب لان الترمس هيشد البشرة لما يشد البشرة هنبقى محتاجين ترتيب فبندخل اليوغرت معاه او الزبادي معاه كعمل مساعد للترتيب وطبعا عارفين ان صفار البيض مهم جدا جدا للتفتح البشرة مهم جدا جدا كمان عن الليمون صفار البيض في احماض وفي حاجات جميلة جدا بتقشر بسيط خفيف كده يعني زي السكراب كده فاحنا بنستخدم المسك ده زي ما قلتلك يوميا يوميا لمدة اسبوعين اوعدك اوعدك اللي هتلاقي تسبغات ولا هتلاقي كلف ولا هتلاقي نمش ولا هتلاقي اي حاجة هتلاقي البشرة فتحت تلتمية وستين درجة هتلاقي المسام افلت هتلاقي في ترطف بشرتك هتلاقي بشرتك تحولت تلتمية وستين درجة هتلاقي بشرتك تحولت تلتمية وستين درجة فانا بنصحكم بالمسك ده ونقلبه كويس جدا جدا ممكن لو لقتيه ناشف معاكي تضيفي نقطة من ماء الوردة عادي ما فيش مشكلة ماء الظهر بس يكون ماء الظهر الاصلي ما يكونش اي ماء الظهر لازم نتأكد من ماء الظهر وماء الوردة ده يكون النوع الاصلي النوع الاورجينال اي منتجات تستخدميها يا ريت ما تسترخصيش وما تستخسريش ما تسترخصيش وما تستخسريش في بشرتك حاجة يكون من النوع الاورجينال الاصلي ونتأكد يا بنات من المنتجات اللي بنشتريها كويس جدا جدا جدا. كل ما كان المنتجات آآ جودتها عالية وارجينال. كل ما كان هتديك نتيجة اسرع ونتيجة احسن ونتيجة افضل. ما نسترخصي ونجري ورا المنتجات اللي هي بتتبعها باتنين جنيه وبخمسة جنيه وفي عروض ومش عروض. لازم ننقل حاجة الارجينال لبشرتنا ونسترخص في بشرتنا ونحط اي حاجة. لا المنتجات اللي نستخدمها لبشرتنا لازم نتأكد ان هي اورجينال. لان البشرة طبعا بتبقى حساسة وبتتأثر باي حاجة. فاحنا آآ نهتم شوية بموضوع المنتجات اللي بنستخدمها لشعرنا وبنستخدمها البشرة. جربوا المسك ده هيعجبكوا جدا جدا جدا. المسك متقرب. المسك امن. المسك فعال. المسك ملعم لجميع انواع البشرة. وبنخسل بشرتنا مياه ده فيها بعد المسك. وبنعمل لها زي ما قلت مساش. لازم نمسش بشرتنا. فيه ماسكات طلعة جديدة اللي هي اللي احنا شايفينها قدامنا ديت. مسكات كورية طلعة جديدة. بس ده كله فالاتر. ده كله طبعا مش حقيقي ما فيش ماسك بيعمل كده من الاول استخدام ده كله مش حقيقي اه اوريجينال في منه تقليد اه منه في اه في منه تقليد في السوق بيعمل المفعول ده اللي جربوه ولو احنا وانا وانا شخصيا جربته ما بيعملش المفعول ده ما فيش حاجة بتعمل المفعول ده ده كلها فلا تر قدامنا احنا شايفين اهو زي ما انتم شايفين ما فيش ماسك هيعملك كده من او حتى المسكوات الجهزة او المسكوات الطبيعية مش هتديك نفس النتيجة. مش هتديك مع الاستمرار والمدومة ممكن تديك نفس النتيجة. لكن ده فلاتر دي صور طبعا مش هتدينا نفس النتيجة اللي احنا شايفنا. فاحنا آآ نستخدم المسك اللي قلتلكو عليه البنات اللي بتعاني من الكلف والنمش والتسبغات هتلاقي نتيجة حلق ومرضية وحلوة جدا جدا. اهو ده المسك اللي بقولكو عليه.